أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أرشليم القدس بتشوفوا معي يعني تعتبر أكثر أو أهم مكان في المسيحية هي كنيسة القيامة موجود فيها القبر المقدس وأيضاً قيامة يسوع المسيح ودليل أن القبر فارغ فالسؤال لماذا القيامة قام يسوع المسيح لتكون لنا الحياة الأبدي لأنه مثل ما ذكرت تأكيد وتصريحات يسوع المسيح أنه سيعت الحياة الأبدية قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد ففكرة الحياة الأبدية تأكدت اتختمت اتوطدت اتوثقت بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات شيء ثاني أحبائي القيامة هي تعبير أنه الرب يسوع أكمل عمل الفداء الكامل تمجيد يسوع المسيح ليقدم كفارة تامة نهائية كاملة وكأنه يقول للآب أنا تممت كل شيء لأنه كانت حياة يسوع أن يرضي الآب وكما قال في يحن أربع آية أربعة وثلاثين طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فكان موجود حتى يتمم مشيئة الآب فالقيامة هي الختم أنه أكمل عمل الفداء الذي أسلمه من أجل خطيانا وأقيمه لأجل تبريرنا شيء ثالث قام المسيح ليعالج المشكلة الكبرى مشكلة الخطيئة مشكلة تأثير وفاعلية الخطيئة المريعة الشنيعة التي تقود الإنسان إلى الهلاكة الأبدي فقيامة يسوع المسيح أعطتنا الرجاء أعطتنا الأمل وعطتنا أنه المسيح كفر عنها مات بديلة عنها دفع الثمن عقابك وعقابة فألغى الدين اللي عليك وعلي بالإيمان نقبل قيامة المسيح فنحصل مش بس على الحياة الأبدية ولكن عالجنا وشفانا وحررنا بالكامل ثم شيء رابع قام يسوع المسيح عندما ظهر أربعين يوم للتلاميذ ليعلن رسالة الملكوت الجديد مش بس لشعب واحد لكل العالم هذا الملكوت الجديد بتتويج الملك يسوع وعندها نكون في ملكوت الله أو ملكوت المسيح وهذا الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض قام يسوع المسيح ليعطي حياة ليعطي قوة الروح القدس لا يمكن أن نال عطية وبركة الروح القدس بدون قيامة يسوع المسيح مثل ما ذكرت أن المسيحية تتمحور بل تتمركز حول يسوع حول قيامة يسوع المسيح تبرهن أن يسوع حي تبرهن أن يسوع ابن الله كما قال بقوة القيامة فالقيامة تعطي القوة على الكرازة والجهارة بإرسالية يسوع المسيح لهذا السبب بسبب قيامة المسيح أصبحت المسيحية أسرع نمو في العالم غيرت قلوب غيرت شعوب غيرت حضرات روحيا وإقتصاديا أيضا لم تغير العالم بقوة السيف بل بالمحبة محبة يسوع المسيح وهذه المحبة اللي لمست اللي غيرت اللي أثرت على كل الناس هذه المحبة اللي فيها طبعا تضحية وطبعا عندما نؤمن بالقيامة كما يقول كتاب أطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله كل اهتماماتنا كل أفكارنا تحولت عن الأمور الأرضية وأصبح تفكير سماوي يقول كتاب وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع بسبب القيامة صار لنا الضمان صار لنا الحضور القيادة الإلهية صار التواصل مباشرة مع الله وصار لنا الشركة المقدسة شركتنا مع الآب ومع بعضنا البعض القيامة تعطي الرجاء القيامة تعطي الضمان القيامة تؤكد لنا الحرية إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس ولكن الآن قد قام المسيح ومن الأموات وصار باكورة الراكدين كورنتس الأولى إصحاح خمسة عشر أعزائي إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا باطل إيمانكم نوجد شهود الزور ولا توجد قيامة الأموات ولكن المسيح حقا قام يقول الكتاب المقدس لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص فإذن القيامة هي أننا قمنا مع المسيح والقيامة هو تأكيد أن المسيح الحي هو أيضا الديان وأننا يوما ما سنقف أمام يسوع الملك والديان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر